أهلا بكم مجددا وصف خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الكريمليم بأنه شامل حيث تناول حالة الاتحاد الروسي لهذا العام من عدة زوايا ولم يخلو خطاب بوتين من التلويح بالمخاطر التي تواجهها بلاده من قبل أوروبا والولايات المتحدة بسبب الأزمتين الأوكرانية والسورية وأكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد في وقت سابق أن بوتين لن يغير موقفه حيال أوكرانيا بشكل مفاجئ مستعدون لمواجهة أي تحدي وأن ننتصر عبارة اختصرت خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الكريمليم لشرح حالة الاتحاد السياسة الخارجية كما الأمن الداخلي والاقتصاد كانت محاورة رئيسية في خطاب بوتين الذي عرض فيه عفوا عن المستثمرين الذين يعيدون رؤوس أموالهم من الخارج والتي من المتوقع أن تزيد عن 100 مليار دولار في الوقت الذي تواجه فيه البلاد شبح الركودي ويتراجع فيه الروبل أمام الدولار الصراع مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية كان حاضرا أيضا في خطاب بوتين وعنه قال إن أوكرانيا لم تكن سوى ذريعة للغرب من أجل تقييد روسيا بالنسبة لروسيا فإن الكرم مقدسة لديها تماما مثل جبل الهيكل في الكدس بالنسبة لليهود وهكذا سنتعامل مع الأمر حتى النهاية خطاب بوتين الحماسي وصف بأنه قومي وحديثه عن روسيا قوية ستواجه أي تدولة ترغب في تفكيكها مثل ما حدث في غسلافيا دليل على ذلك وصف تنبه له أمس الرئيس الأمريكي بارك أوباما حين قال إنه لا يعتقد أن بوتين سيغير موقفه حيال أوكرانيا بشكل مفاجئ أعتقد أن الأوضاع في أوكرانيا أخذت بوتين على حين غره فبدأ بالارتجال وانغلق داخل مفهوم قومي يتجه نحو الماضي الذي يخيف جيرانه ويؤذي اقتصاده كثيرا تصريحات أوباما وبوتين تشير من دون لبس إلى أن الحرب الباردة عادت لترسم مجددا شكل الصراع بين البلدين صراع يديره بوتين بنزعة قومية وأدوار إقليمية تثير حنق واشنطن أما أوباما فيعتمد في إدارته هذا الصراع على توجيه ضربات موجعة لخصمه بسياسات وعقوبات اقتصادية ولمتابعة هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي السيد صبحي غندور كما أرحب من موسكو بالسيدة إيلينا سوبينينا الكاتبة والمحللة السياسية أهلا بكم ضيفين على برنامج ملفات أبدأ معك سيدة إيلينا يعني عندما يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أوقات عصيبة تمر بها روسيا ماذا يقصد بوتين بالأوقات العصيبة؟ الرئيس بوتين كان يتكلم حول الأزمة الاقتصادية المنتشرة الآن في روسيا ولكن مباشرة بعد خطاب الرئيس العملة المحلية الروبل قد اتفعت كثيرا لأنه ركز في خطابه على إمكانيات اقتصاد روسيا الواسعة وقال أنه أمام الأولويات الآن ضمن الأولويات الآن هو مكحفة الفساد وأيضا تطوير تجارة وأيضا تقديم المساعدات لرجال العمال الصغار وهذا مهم جدا الآن لروسيا لأنها كانت تعتمد على تصديرات النفط والغاز انخفاض أسعار النفط والغاز أدى إلى أزمة معينة ولكن بوتين يعتقد بأن العقوبات الغربية ضد روسيا تأثيرها لحتى الآن ضئيل وهناك مشاكل روسيا الداخلية اقتصاديا ممكن أن تعالجها في وقت قريب أنتقل لك سيد صبح من واشنطن يعني رغم ما أتت عليه السيدة إلينا والتقليل نوعا ما مما تعانيه روسيا أو يعانيه بوتين أو يحذر منه إذا صح التعبير خلال المرحلة المقبلة ولكن يعني مجرد أن يتحدث بوتين عن ذلك إلى أي مدى يعبر عن قلق واضح لديه إزاء المرحلة المقبلة حتما هناك تأثيرات سلبية كبيرة الآن تحيط في روسيا إن كان على مستوى الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي أو الآن البعض الاقتصادي المتعلق في أسعار النفط والغاز أنا في تقديري أن ليست روسيا في وضع الآن أفضل مما كانت عليه في السابق من الناحية الاقتصادية والعلاقات الدولية لكن بدون شك رئيس بوتين شخصيا وأفضل مما كان عليه وضعه في السابق يعني هو يستفيد أنا في تقديري بشكل كبير الآن من هذه الهجمة هذا صح التعبير الأمريكية والأوروبية تجاه روسيا إن كان ذلك بشكل مباشر الآن في أوكرانيا أو في أشكال مختلفة أرى جزء منها ربما الآن هو عملية انخفاض أسعار النفط والغاز لكن هذا في رأيي لم يقلل ولم يخفض من قيمته في الداخل للروس الداخل للروسي أنا في رأيي الآن يعني تزداد شعبيته بوتين رغم كل هذه الأوضاع والظروف السيئة لكن هل هذا يعني أن هذا خيار يريده بوتين أنا لا أعتقد ذلك خطابه أنا وجدته في الحقيقة خطاب مهم جدا هو من جهة يعني يضع خطوط حمراء للولايات المتحدة والدول الأوروبية بما هو مقبول وبما هو مرفوض هو تحدث في المسألة الأوكرانية بهذا الجانب يعني إذا كانت القرم شبزيرة القرم هي الخط الأحمر الذي لا يمكن التراجع عن باقي أوكرانيا هي قابلة للتفاوض وجدنا فيها حديث ما هو مؤشر أيضا لذلك حتى تعامله ونظراته للأمريكيين والأوروبيين كان فيها شيء من الحرص على العلاقة والصداقة يعني كان حتى في أحد جماله قاطبهم بالأصدقاء الأمريكيين وتحدث حتى أنه لا يريد المواجهة والتصعيد مع الولايات المتحدة وأوروبا وأن ذلك يعتبره على مضعف بينما هو يرى نفسه أنه في وضع قوي وأنه مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا على قضايا عديدة هذا يعني أن مجهة نظري أنه لا يقطع الطريق هي ليست حرب باردة جديدة الآن بين روسيا والغرب أنا فيعتقادي هي عملية تنافس الآن وهذا التنافس هناك خطوط حمراء تضعها روسيا الآن في هذا التنافس وتريد أن تقول للولايات المتحدة تحديدا أن الأمور التي تراها غير قابلة للتفاوض واحد اثنين ثلاثهم ضمنها مسألة الدرع الصاروخ وغيره وأن هناك قضايا دولية عديدة ممكن أن يتطفق الجانبا علي نجد ذلك في لقاء لفروف وجون كيري دائما الذي تتكرر فيه الحديث الإيجابية عن العلاقات رغم الأزمات التي تكون قائمة بينهما هذا واقع حالا في رأيي الآن تدركه واشنطن وتتعامل معه على هذا الأساس نعم أعود لك سيدة إلينا يعني رغم التقليل من أهمية العقوبات التي بدأت تستخدمها الولايات المتحدة والغرب كورق الضغط على روسيا إلى أي مدى فعليا هذه العقوبات بدأت تؤثر على الاقتصاد الروسي يعني الحكومة الروسية حذرت من أن العام القادم ربما يكون عام كساد بالنسبة للاقتصاد الروسي لحتى الآن لا نشعر بتأثير هذه العقوبات نشعر بانخفاض أسعار النفط والغاز هي هذه الأسعار المخفضة التي تؤثر على العمل المحلية من يتكلم حول نظرية المؤامرة أن وراء هذا الانخفاض تقف أمريكا والسعودية ولكن من يربض هذا الشيء أيضا بتطورات في الاقتصاد العالمي وأيضا في الاقتصاد الروسي على كل خطاب بوتين اليوم كان جريء جدا وهو قال بأن روسيا لديها سياسة مستقلة وأنتم تعرفون تماما بأن في كثير من الأحوال أمريكا تقرر حتى عن دول غير كيف تتصرف على الرصيدة الدولي ماذا تفعل اليوم رئيس بوتين مرة أخرى أشار إلى أن هذه الضغطات الغربية لن تؤثر على روسيا وهي حتى تحافظ على سياستها المستقلة أعود لك سيد صبحي أيضا في خطاب بوتين قال أن الغرب والولايات المتحدة اتخذوا من الأزمة الأوكرانية لا دريعة لإضعاف نمو روسيا صعود روسيا كقوة في عهد بوتين هل فعليا كان يقلق الولايات المتحدة والغرب أو أقلقها خلال الفترة الأخيرة نعم بدون شك أنا في تقديري هذا الخطاب لرئيس بوتين ما أعلنه هو ما كانت تدركه واشنطن قبل أعلانه من مساء العديدة لها علاقة فيما هو عليه روسيا من توجهات دولية وعلى مستوى أيضا العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة هذا في رأيي يعبر عن أن واشنطن الآن في حالة إدراك أن وجود بوتين على رأس السلطة في روسيا منذ حوالي الآن عمليا مطلع هذا القرن يعني 14 سنة تقريبا استطاع فعلا أن يؤثر بشكل كبير في تحول روسيا كما كانت بحالة الضعف أيام يلتسن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن يحولها من جديد إلى قوة كبرى بكل المعاني إن كان ذلك عسكريا اقتصاديا وسياسيا ونرى الآن روسيا هي عنصر مهم وفاعل في الكثير من الأزمات الأقليمية وتحتاجها واشنطن رغم حالة الخصومة القائمة الآن على موضوع أكرانيا وبعض القضايا الأخرى لكن هناك إدراك في رأيه في واشنطن أن بوتين منذ عام 2006 منذ خطابي الشهير في مؤتمر ميونيخ الذي أشار فيه إلى رفض الانحياز للولايات المتحدة ورفض الحرب على العراق وأنزاك والكثير من القضايا التي تعتبرت محطة فعلا جديدة في المواقف الروسية البعض نظر لها أنها ستكون مؤقتة وستنتهي وأنها فقط عملية تصريحات ولكن فعلا كانت تعبر عن توجه استراتيجي كان لدى الرئيس بوتين وجدنا أنه بعد عشر سنوات تقريبا هو فعلا يقيم هذه الحالة المستقلة عن ما كانت واشنطن تأمل أن تحصل عليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بأن تكون روسيا وكل أوروبا الشرقية جزء من المظلة الأمنية الأمريكية وجزء مما هو عليه المواقف الأمريكية هذا لم يحصل وكانت وما زالت واشنطن في رأيه ترى أن روسيا الضعيفة هذا الذي يجعلها تكون الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في العالم ولكن روسيا القوية سيخلق من جديد هذا المنافس الدولي الذي كان في فترة الحرب الباردة فأعتقد الآن هناك إدراك أمريكا لذلك لذلك فعلا هناك كان في أوكرانيا وفي غيرها محاولات للضعاف يعني طبعا العقوبات أنا في رأيي أثرت يعني سمعنا في السابق من إيران قول أن العقوبات لم تؤثر وكانت هي تؤثر لأن أجد الحالة نفسها تؤثر على روسيا فألا هناك تأثيرات سلبية لهذا العقوبات تأثيرات حتى سلبية لمبدأ الخصومة بين روسيا ودول أوروبية التي كانت في حالة علاقات جيدة جدا مع روسيا من فرنسا التي تصنع أو تقدم مدمرات إلى بريطانيا إلى دول الأوروبة الغربية التي كانت على علاقات ممتازة جدا قبل الأزمة الأوكرانية مع روسيا فأعتقد هناك فعلا تأثيرات سلبية لما تمارسه واشنطن من ضغط ولكن هل يؤدي ذلك إلى أضعاف بوتن في الداخل هذا الذي أنا في رأيي أحدث عكسه وهذا ما يجب أن تأخذه الآن واشنطن فاعل الاعتبار أنها الآن تخلق من جديد حالة نوع من الشعور العدائي في روسيا ضد الغرب والولايات المتحدة وهو ما حذر منه حتى في خطابه بوتن اليوم بالقول أنه لا نريد هذه الحالة الكراهية والعدائية للغرب فهو حريص أيضا على تحسين العلاقات لأن كيف ستتحسن أنا أعتقد هذا مرتبط بمقدار ما يعرف كل طرف ما هو الخط الأحمر لدى الطرف الآخر نعم أعود لك سيدة إلينا ترجمة نانسي قنقر